بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لازال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني ولازلنا نتحدث عن قصة سيدنا آدم كما وردت في صورة الأعراف يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صدق الله العظيم في هذه الآيات الكريمات البينات المباركات من كتاب مولانا جل وعلا حديث آخر عن قصة آدم وحواء في الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما في صرط البقرة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هنا الآية فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لم يقل وقلا منها رغدا قلا من حيث شئتما كل ثمار الجنة قلوا منها هنيئا مريئا يا آدم أنت وحواء لكن الشجرة دي هذه الشجرة لا تقرباها لأنكما لو اقتربتما من هذه الشجرة فستكون من الظالمين هتظلموا أنفسكم بعصيان الله جل وعلا بأنكم هتعصوا ربنا ولما تعصوا ربنا هتندموا لما تندموا لازم تعودوا وتتوبوا وتأوبوا وترجعوا إليه جل وعلا فبعدين الشيطان وسوس لهما فوسوس لهما الشيطان إيه سبب الوسوسة؟ ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما ده هيكون الموضوع ده سبب إن السوآت ستبدو والعوارات ستظهر وقال الوسوسة بتاع الشيطان لآدم وحواء بيقول لهم إيه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عارف آدم إنت وحواء إيه سبب النهي أن تأكل من هذه الشجرة قال أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين دنت لو أكلتم من الشجرة هتبقوا ملكين ولو أكلتم من الشجرة هتبقوا من الخالدين يعني من المخلدين في الجنة ولن تخرجوا منها وستظلوا في هذه الحياة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يعني إيه وقاسمهما يعني أقسم لهما هناك في الصورة الثانية فأزل لهم الشيطان عنها يعني فنحاهما فأزالهما عن الجنة هنا وسوس لهم أنت يا آدم إنت وحواء لو أكلتم من الشجرة هتبقوا ملكين وهتبقوا من الخالدين المخلدين فيها وأقسم لكم على هذا إني لكم لمن الناصحين يعني أنا بنصحكم الشيطان طبعا يعني أغوى سيدنا آدم وزين له وزين للسيدة حواء وقاسمهما أقسم لهما إني لكم ناصح وإني لكم محب فاسمعوا كلامي فلما أكل سيدنا آدم والسيدة حواء من الشجرة أهبطهما الله جل وعلا إلى الأرض وبعدين قلنا في البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات إيه الكلمات؟ هتيجي معانا بالتفصيل في صورة الأعراف أروح فاصل وارجع لكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع صورة الأعراف وحديث الصورة الكريمة عن قصة سيدنا آدم رب العز سبحانه وتعالى يقول في هذه الصورة وفي هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات لما قلت لحضراتكم أبل الفاصل إن الشيطان أقسم لسيدنا آدم والسيدة حوى أقسم لهما بالله إن لكما لمن الناصحين شوف التعبير القرآن ربنا يقول بعدها فدلهما بغرور أي غرهما باليمين وطبعا سيدنا آدم كان يظن أنه لا يقسم أحد بالله إلا وهو صادق إلا أن إبليس استعمل كل الحيل في إغراء آدم وحوى أقسم لهما بالله وهو كاذب أقسم لهم أنه من الناصحين وهو أيضا مخادع فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لما آكل من هذه الشجرة بدت السوآة ظهرت العورات وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة بعض المفسرين يقولوا بدت لهما سوآتهما على أن الطفل الصغير يعني إذا ظهرت عوراته أمام أحد فلا يبالي لأنه لا يفهم شيئا من هذا الأمر قال لك ففي البداية إن سيدنا آدم السيدة حوى لما بدت سوآتهما وعوراتهما كان يعني يظنان أن الأمر عاديا ثم ألهمهم الله جل وعلا أن يغطي العورة فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الشجرة يعني أخذوا يأخذوا من ورق الشجر ويغطوا الإيه ويغطوا هذه العورات وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين ربنا بيقولهم قال ربنا هناك في البقرة قلنا فتلقى آدم من ربه كلمات الكلمات هذه الآية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي أن الله لقنا آدم ولقنا حوى هذه الدعوة المباركة أن يعترف بالتقصير وأن يعترف بالذنب وأن يعترف بالمعصية وأن يطلب المغفرة من الله جل وعلا قال بالمثنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هناك في البقرة فتاب عليهما إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الكلمات ذكرت هنا في صورة الأعراف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الأرض هتبقى قرار لكم وهيبقى فيها متاع لكم إلى حين إلى وقت محدد إلى يوم القيامة قال فيها تحيون هتعيشوا في الأرض وفيها تموتون هتموتوا فيها ومنها تخرجون أي تبعثون من قبوركم للقاء ربكم سبحانه وتعالى هذا يعني ما أكرمنا الله به من فهم لهذه الآيات التي وردت في صورة الأعراف لسه إن شاء الله معانا بقى بعض الآيات التي وردت في الصورة الكريمة في صورة طاها وفي صورة الإصراء وفي صورة الكهف وفي صورة النحل وفي صورة قاء عفوا الحجر وفي صورة صاد نتعرض لها في الحلقات القادمة بشيء من التفصيل نسأل الله أن يفهمنا أسرار القرآن وأن يرزقنا وإياكم أنوار القرآن اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضرتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا أما بعد رجعنا لكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه كيف أتوب من الغيبة والنميمة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الله جل وعلا نهانا وحذرنا من الغيبة والنميمة فقال في القرآن وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ وَلَحْيَا سَلِيْمًا مِنَ الْأَذَى وَحَظُّكَ مَوْفُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنٌ لِسَانَكَ لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ مْرِئٍ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنُوا وَعَيْنُكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَسَاوِئًا فَصُنْهَا وَقُلْ يَا عَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُوا وَعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ وَسَامِحْ مَنِ اْتَدَى وَفَارِقُ وَلَكٍ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُوا وَسِدْنَ النَّبِي نَهَانَا عَنِ النَّمِيمَةَ قَال لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتِ يعني نَمَّام يأخذ الكلام من هنا ويوصل لهنا ويوقع بين الناس ويعمل مشاكل بين الناس دا النمام دا مصبت مصيبة النبي لما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله لا يتطهر من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس طيب التوبة أيوة التوبة تتوب من الغيبة والنميمة كيف تتوب بالاستغفار بالندم بترك الذنب ترك المعصية تترك الغيبة والنميمة أن تطلب العفو ممن خط في أعراضهم وممن تكلمت في حقهم أن تدعو الله جل وعلا أن يغفر لك وأن يغفر لأصحاب الحقوق عليك من أفضل الدعوات أن أنت تدعو وتقول رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي حد اغتبت وحد اتكلمت عنه بن ميمة حد خط في عرضه يبقى تطلب من الله أن يعفو عنك وعنه تستغفر تتوب تقلع عن الذنب تعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى تطلب العفو ممن أخطأت في حقهم من غيبة أو نميمة والله يتوب على من تاب إن ينته يغفر لهم ما قد سلف نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب وأن يغفر لنا الذنوب والعيوب اللهم أمين ورد إلينا سؤال آخر من أحد المشاهدين يقول فيه ما حكم تأخير توزيع الميراث أو المماطلة والتأجيل دون عذر أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد الله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين بعد الميت ما يموت العزاء ثلاثة أيام بعد انتهاء العزاء توزع الترك بما يرضي الله تلك حدود الله بما أحدى وبما وزع سبحانه وتعالى ربنا وزع لنا الميراث والنبي يبين لنا كيف يكون تقسيم الميراث نشوف الميت بعد ثلاث يام من العزاء هل عليه ديون عليه ديون نسدد الديون الديون أولا تقضى طيب هل الميت ده ساب فلوس أي وسايب فلوس طب له وصية لو فيه وصية ننفذ الوصية والوصية لا تزيد عن الثلث طب وبعدين توزع التركة بعد اليوم الثالث لا يجوز شرعا المماطلة ولا التأجيل ولا التسويف في توزيع التركة والميراث نوزعه بما أمر الله سبحانه وتعالى ربنا شرع في الميراث توزيع للذكر مثل حظ الأنثين يوزع في أولاد في بنات في زوجة في زكتين في كذا توزع التركة بما يرضي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وعليه نقول للسائل توزع التركة ويوزع المراث دون مماطلة ودون تأجيل بعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته